اشتركوا في القناة او تاني حاجة عايزين لوضحها بعد معرفنا قاسيات ال-CSS مع بعض هنبدأ نشوف تيمبلت بسيط هنبدأ نقطعه ازاي ونعرف التكتيك بتاعه ازاي اقطع التيمبلت وازاي اقدر اوفر من التقطيع بتاعي مساحات او سرعة اللودينج على السكريبت لما ارفقه بجملة انا عندي مثلا هتلاقي في الملفات بتاعتك في الكورس هتلاقي حاجة اسمها الوامب سيرفر تمام ولو جيت دخلت على تاني مرحلة عندك بتلاقي هنا في الوركينج فايلز تيمبلت وتروح على ال-B-S-C-D هتفتح هتبص تلاقي تيمبلت بسيط اوي زادة عايز اتعلم ازاي اقدر اقطع بطريقة زكية وعلشان اقدر ارفق بقى الصور دي وعملها بال-CSS وبعد كده اقدر احط بقى في الاماكن بتاعتي او الاماكن اللي انا عايزها اكواد بتاعت التاريخ وبتاعت المينيوز بقى والميديولز والكمبونانتس والحاجات دي كلها و هنعرف الكلام ده كله بالتفصيل الممل قبل ما اشوف الموضوع ده انا حابب بس اشوف او اعرف شوية حاجات هنا في التيمبلتز كالميكانيكية اللي هنمشي بيها او الحاجة اللي هنمشي بيها ازاي انا عندي هنا او جيت فعلت الهينتس عندي هنا اي ويب سايت في الدنيا معايش استحملي لو انت عندك فكرة عن الوبات هتكون عارف اللي انا بقوله او معظم اللي انا بقوله لما كنتش عارف يعني اديك انت بتعلم واللي عارف يستحمل شوية المنطقة دي اسمها بانر اللي فوق دي اسمها بانر هنفرد هنفرد ان ده الحتة دي اللي بتحط فيها اللوجو وده بقية البانر تمام المنطقة دي اسمها ايه المينيو انا مسميه هنا المين مينيو او القائمة الرأسية ممكن تبدن من مينو دي هنا زي ما انت عايز حسب التصميم بتاعك طبعا المينيو دي لو هنا جيت حلتها وشفتها او البانر هنا في البانر دلوقتي هتلاقي فيه جريدينت من فوق تحت فوق غامق شوية تحت فاتح وهنا فيه اللوجو واخد المنطقة اللي العلمين وبعدين عندنا هنا المين مينيو عندي واخده اللون الازرق ده والكتابة باللون الابيض طب لما انا المفروض هختار اي صفحة من دول هتتقلب لي كده بالشكل ده هيبقى هنا الباجراند بتاع الكلمة ابيض والكلمة هتقلب بدل من الابيض هتلبقى الازرق بنفس اللون بتاع المينيو وفيه هنا جلو بسيطة ماشي يبقى احنا هنا عارفنا فيه حاجة اسمها بانر وهنا اللوجو وهنا المين مينيو طيب هنا بقى ايه؟ هنا القائمة الفراية حبيت تخلي العنوان هنا مفيش مشكلة حبيت تخلي فوق شوية مفيش مشكلة كل ده بيتحكم فيه بالسي اس اس طبعا الكلام ده كله المساحات دي المساحات بين الكلام ده كله دي under control يعني كل ده بتحكم فيه من السي اس اس وده الحتة دي سمتها اللي هو العمود اللي على الليمين ده سميته صايد مينيو سميته صايد مينيو طيب المفروض اللي هنا جوا فيه هنا هيبقى فيه الكنتنت بتاعي او المقالات بقى والصور والفيديوهات والكل حاجة بتبقى جوا هنا وانا الحقيقة حصرها بين لو انت شايف فيه اربع خطوط هحصرها في الجزء المربع ده عشان يبقى الشكل بس احسن شوية او ممكن اخليها كده مثلا حيث اوسع شوية برضو هخليها هنا طبعا وطبعا المسافات دي كلها بتحكم فيها في المارجن والبادنج زي ما احنا عرفنا قبل كده وهنعرف اكتر من خلال تقسيم بقى على تيم بيت بالكامل المنطقة اللي تحت اسمها الفوتر ودي اللي بتحط فيها مثلا الحقوق الطبع او حقوق الموقع او اي حاجة انت عايزة طيب جميل يبقى انا عرفت هنا في بانر من مينيو قسمت الويب سايت بتاعي اي ويب سايت لما بتعمله لازم تجيب كده ورقة وقلم معايا وتقسم هتعمل ايه في الويب سايت بتاعك هيكون المينيو بالشكل ده ولا هتكون ميلة كده واخده شكل انزيئ ولا ايه بالزبط ولا هيروزنتل زي ما انت شايف ولا فريكل ولا ايه بالزبط يعني افقية ولا رقصية ولا ايه لازم تجيب ورا وقلم وبعدين بتقسم الويب سايت بتاعك وتشوف هتحط الليجو فين في النص ولا على الشمال ولا على المين هتشوف هت البانر هيبقى مساحته كام كان في كام طبعا الليجو تبدأ بالليجو دي مساحتها تسعمائة وخمسين ومش مشكلة الطول الطول ده بيفرد بقى معايا في الكلام ما فيش مشكلة فيه يبقى هنا المساحة تسعمائة وخمسين بيكسل وطبعا بيبقى الريزيليوشن بتاعك عكشان ويب اتنين وسبعين يبقى ده مساحته تسعمائة وخمسين هو المفروض المواقع القديمة كنا بنعمل التمبرت دايما على تمنمية تمنمية بيكسل دلوقتي عشان في شاشات الوايد سكريم انتشرت قوي فبقى هنا مفيش مشكلة ممكن تلعب من عند تمنمية لغاية الالف بس تمنمية بيبقى دايق تمنمية بيبقى صغير شوية فالمعظم دلوقتي بيبقى عمرت تسعمائة وخمسين أو ألف بيكسل يبقى ده يبقى ده حددنا او الحاجة بعدين نتحدد البانر كم في كم تمام طبعا هو العرض بتاعه تسعمائة وخمسين في الطول بتاعه حوالي مية وخمسين أو مية وثمانين هنا طبعا المساحات دي بتبقى معروفة طبعا الويتس معروف الهيط بتاع المينو دي كام طبعا الويتس دي الويتس ده بيبقى معروف بمقاس معين انا بصراحة انا وانا بصمم التمبلت ده او التصميم ده ما خدتش المقاسات قوي يعني بعاني الاعتبار انا خدتها بعيني كده تبقى نسبة وتناسب هنشوفها الكلام ده كله في السي اس اس ونزبطه وما فيش اي مشكلة فيه طبعا المساحة دي معروفة طبعا انا خدها خلاص ثبت الويب سايد بتاعي بانر فوق تحت البانر على طول المين مينو وخدت عمود على اليمين وحطت فيه القائمة الفرعية طبعا القائمة الفرعية دي ممكن نشير حتة دي خالص الكلام ده كله هنحط بقى اللي احنا عايزينه هنا الموديولز او اللي انت عايزه هنا المهم في منطق على اليمين وكون ده لونها الكنتنت في النص وبعدين الفطر طبعا الكنتنت انا ممكن نقسمها زي ما انت عايز لبوزيشنز عادي خالص ونقدر نتكلم فيها باستفادة بعد كده ان شاء الله هنعرف ايه هو البوزيشن ايه هو الموديول ايه هو الكمبوننت ايه هو البلاجن ايه هو الحاجات دي كلها لما يجي وقتها في الليف اللي جاي ان شاء الله انا كده قدرت اوضح فكرة التصميم بيبقى ازاي طيب عايز اشوف بقى بسرعة بسرعة ازاي انزل سكريبت جملة بخش على جملة.org وبعدين بيجي على داونلود بدغل ضغطة بيدين اختيارين عندك جملة اثنين ونص وعندك جملة واحد ونص طبعا واحد ونص هو موضوعنا ان شاء الله ان شاء الله اثنين ونص هتبقى لها كورس انها هي يعني ادفانس شوية عن واحد ونص تمام حطه لي على ديسك توب باخده كنترول سي اخد بالك من الخطوة اللي عاملها دلوقتي بروح على اوه انا لسه ما سططش الوامب سيرفر طيب كويس بطلع في الكورس برا في الملفات بتاعته بلاقي حاجة اسمها الوامب سيرفر الوامب سيرفر ده وحدث في الملفات سيطلق 2 والميسوس اذا السطب الوامب سبقى اصاب ستبكرية نصحة منذ تتوقuchen على ويندوز وعند توقف الوائد من الناس الوحيد استطيع decade احسن موقف انظر الى Cornwall انظر الفلدر اسم Namw انهاجه اراه الملح اعطار ، ك sper هذا الامب ان musicians بحاول الكمبيوتر بتاعي كأنه سيرفر لينكس ليه بقى أنا بعمل الحتة دي؟ عشان سكريبت جملة هو كله معمول بالبي اتش بي والتمبرت اللي أنا هعمله دلوقتي هعمله HTML و CSS وبعدين هحوضوا البي اتش بي البي اتش بي ما بيشتغلش على الويندوز يعني الويندوز اللي هشغلين على ده كلنا ما بيشغلش ملفات البي اتش بي أو ما بيشوفهاش فأنا بحول عن طريق البرنامج ده بخش جواه بخش جواه ويقدر الجهاز بتاعي كأنه سيرفر لينكس وهنا بص هنا حتى بسطاب لك الاباتشي بسطاب لك الماي سيكوال والبي اتش بها ادمن شايف الكلام دخوله بيبقى على السيرفرات اللينكس فنش كده يظهر لك فوق خالص السيرفر بالشكل ده هو احتمال يكون عندك معمول عندك اوفلاين او حاجة بتيجي تحت خالص كده وتقوله بوت اونلاين تمام ولو في اي مشاكل بتقوله رستارت اول سيرفر اول سيرفس وبعدين بتقوله بوت اونلاين هنا كده دلوقتي هو اونلاين شغال دلوقتي اي حاجة بقى جوه البرنامج زي ما هنشوف دلوقتي هيبتدي يتعامل معاها على انها مين؟ على انها بي اتش بي او لينكس طيب هاد بقى اهو ده النسخة بتاعت جملة بتاعتنا كنترول سي وروح على السي على المكان اللي سطب فيه الوامب اهو فولدر الوامب بلاقي فيه شوية كده ملفات انا اللي هميني الفولدر اسمه دابلو 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 باتخط عليه دابل كليك واروح جاي فين؟ جاي كده بقوله بيست يبقى الملف اللي انا حطيته بحطه جوه هنا عايز افريده بقى عشان ابدأ اصطب جملة فبقوله اكس اكتراكتو اسم الملف الملف كده خلص باجي على واروح على الوامب سيرفر بتاعي وبضغط عليه كليك مين او كليك شمال اصد بخش على الوكال هست بضغط عليها ضغطة بتفتح لي حاجزة كده الوامب سيرفر بقى وكل امكانيات السيرفر اللي قدامي كأن ده سيرفر بالضبط قدامي كده او اباتشي وفرجان بيتش بي والكلام ده كله مية في المية تمام وبروح جاي على تولز وروح يور بروجكتس ده الملف اللي انت لسه او اللي احنا لسه عاملينه لو احنا جينا عايزين نسمي الموقع اللي احنا اللي هو ده ده هيبقى موقع بقى او دغط ضغطة جوه كده يبتدي يفتح لي الجملة web installer طبعا في ناس كتير بتغلط وبياخد سكريبت جملة من مواقع تانية ما احنا عارفين قدرنا نزيله فري متاخدش سكريبت جمل او اي سكريبتات مفتوحة المصدر الا من المواقع بتاعتها عشان ما يبقاش ملعوب فيها او حد عامل فيها صغرات او حاجات كده تمام وباجي هنا انا ده خلاص مش عايزو باجي هنا مثلا هسمي ده مثلا جي اف اكس اكاديمي واسمي الموقع ده كده مجرد ما بعمل هنا ريفرش بتسمى GFX ده الموقع بتاعي بضغط جواه وببدأ اصطب سكريبت جمله هاختغل العربي التالي هنا نوع قاعة البيانات MySQL جملة واحد ونص بتعامل مع MySQL جملة 2 ونص مع MySQL او SQL اي هنا اسم الموقع هسميه Local هو هكتب لك حتى Localhost هنا اسم قاعة البيانات هسميها Root هسميها Root خلاص واردت على جهاز الكمبيوتر اسم قاعة البيانات Root الكلام الكلام ده كله على السيرفر الاونلاين طبعاً مش موجود طبعاً هنا هنا في غلطة ما فيش مسافات ما بتاخد اقابل بيست كده ما فيش اي مسافات خاصة هنا بيكون اسم الموقع واسم الهوست اللي بيدهولك لما تيجي تسطب كاعدة بيانات يعني انت لما تيجي على الهوست اونلاين بتيجي تسطب كاعدة بيانات من الجهة المختصة هتلاقي فيه السي بانل مثلاً كده او حاجة بتسطب بيقولك من خلالها خش على مي سيكوال وبعدين ابدأ سطب كاعدة بيانات هقولك بعدما تسطب كاعدة بيانات وتدخل لها الاسم بتاعها واليوزر نيم بتاعها والباسورد هيقولك بقى بياناتها في الاخر هتاخدها هتلاقيها يا لوك الهوست يا امم تديك عنوان كبير كده شوية بتحطه هنا اسم كاعدة بيانات بيبقى انت كتبه وعرفه على اونلاين بتحطه بتاخده كابوبست طبعاً احنا مش اونلاين دلوقتي احنا على الجهاز فخلاص نبقاش في المشكلة فبقولك هنا لو انت على الجهاز بتقوله روت كلمة المرور هنا مفيش مشكلة منها اسم كاعدة بيانات اعتقد انها هتبقى روت هتسيب كل حاجة زي ما هي هتقول التالي هيحمل لك شوية بعدين يدخلك على تاني حاجة ولك تهيئة الفتي بي لو عايز تكتب الفتي بي اكتب الفتي بي بتاعك بس انت تلوقتي على الجهاز فمش ضرور الفتي بي خالص وحتى لو انت على الاونلاين ما نصحكش انك تعمل الفتي بي من هنا انت ممكن تعمله من بره على السيفر نفسه وتبدأ تأكسز على الويب بتاعك من الفتي بي بره بلاش نصيحة بلاش تعمله من هنا طبعا الحاجات دي كلها احسن كتير في جملة اثنين ونص اسم الموقع هنسميه مثلا . . اسم البريد بتاعك البريد مثلا . مصر . . اسم البريد الى اي حد هيراسل الموقع هيتستقبل عليه او انت لو جيت رسلت من جوه زي ما هنشوف من جوه جملة اعضاء الموقع كلهم او المشتركين الموقع كلهم هيرسلهم من هيظهر له ان العنوان ده هو اللي رسل لك تمام فالمفوض مثل لو عندك هست او سيرفر بتكتب info at مثلا gfx academy او اي اسم الموقع بتاعك كلمة المرور بتاعة ودير الموقع انا هخليها 12456 12456 تمام تنصيب البيانات النموذجية ده هينصب لك البيانات يعني زي ما تقول data base محفوظة هنا اصلا ممكن تنصبها على طول من المنيو بقى بكل حاجة فيها بس انا مش عايز دي خالص خلينا يبقى الموقع فاضي خالص هنقول التالي لم يتم تنصيب البيانات النموذجية ماشي ماشي بيقولك يبقى هنا اخد بالك من المنطقة من الحتة دي بقولك قبل ما تدوس على الموقع او الادارة اشيال الفولدر اللي اسمه installation لاجراءات امنية خلاص فانت تشيله تخش على gfx academy installation delete كده متشاكلين او خش على الموقع هتبص لحاجة ذا كده تعالى بقى نعرب جملة وتعالى نخش على تاني حاجة انا عايز دلوقتي اخش على control panel هكتب administrator administrator انتر ادخل على control panel طبعا 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 طبعاً control panel بتاعة الجملة معروفاً هي أقوى control panel على مستوى العالم بإمكانياتها وقدراتها اللامحدودة بصراحة يعني يعني يمكن جربت سكريبتات كتير كل سكريبت محصور في مهمة معيها إنما دي جملة حتى نسمينها جملة magazine يعني مجلة جملة حاجة ممكن تعمل بها جرائد مجلات حاجات كتير أو المهم في موضوعنا هنقول extension ونقول language manager أنا عندي language هنا السايت بتاعة الموقع هنا هنقول معاينة preview language بتاعة السايت زي ما تشايف إحنا هنا بدقين من الشماية دي يعني شايف هنا حتى الكتابة المفروض تبقى المينيو دي بيدفول تعلمين لأن إحنا عربي ودي علمين هنا واللوجو ده كمان علمين كل حاجة علمين دلوقتي هو بيدفولت انجليش ده بالنسبة للسايت وبالنسبة للكنترول بانا اللي انت شايفها دي كلها بايدفولت بتاعنا برضو الانجليش كلها انجليزي ايه عزين نعرب كل ده باجي أشوف ملفات تعريب انا كنت احططتها اهي انا احطها لك في ملفات العمل هنقل بوركينج فايلز هنقل هنا دي عندك بقى السايت اي ار والأد من اي ار هتاخد السايت اي ار كنترول سي واروح على الروت بتاعي طبعا الكلام ده كله برضو لو انت اولاين هتعملو السي الوامب داب 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 له هاجي بقى دخلت على gfx اهي هاجي بروح اقول في اللانجوش ده بنسبة للسايت انا هعرب لسايت نفسه يبقى اللانجوش هنا شايف بروح جاي عملتي كده حادثة هنا وروح جاي اقول له اكستراكت تو سايت تو تي ار مجرد انا بص هنا هنا عالسايت لو جيت عملت رفرش قل لك رسنت قل لك رسنت تعال هاتل الانستريتر المفروض لا أقوم بعملش Extract Files لأنه يضع لي ملف PHP يجب أن يقرأ من هنا أجد من هنا إضافة نتائج يجب أن يجب أن يجب أن تجد اللغة العربية يأتي اللغة العربية يجب أن تخطرها يجب أن تتخط على المفروض أنه يجب أن يجب أن تجد كل شيء من هذا الجسل نفس الحكاية في Administrator تعال نشوف انت خلاص ما بقتش عايزه هنا باجي على administrator باجي على language نسيبك بقى من ده نقول extract هنا بنزل لي AR-DZ نقوم بقى ال administrator بختار العربي وقال له دفولت بقلب لي كل شيء بالعربي داخل ال control من البيت دلوقتي استطعت اصطب جملة وقدرت اعمل سيرفر محلي وقدرت اعرب الويب سايد بتاعي وال control كل حاجة متعربة زي ما انت شايف نبدأ المرة الجاية هندخل بقى في temperate ونقدر نشوف هنقطع ازاي بالراحة كده سوا ونشوف في التكتيك اللي انا اقطع به احسن طريقة للتقطيع واحسن طريقة لارفاق الصور مع ال css وال html السلام عليكم شكرا اشتركوا في القناة